كثيرة كلها الدور حول شبهة أن كلامكم صحيح في الأحاديث التي تذكرونها في السمع الطالب لكن هذه لا تنطبق على الحكام في زمانها لا تنطبق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا حتى تطبقوا عليهم الأحاديث هذه بارك الله فيك دعوة خطيرة جدا الذي يقول هذا هو يزعم أن بعض الدين لا يصلح لهذا الزمان ونعوذ بالله من هذه المقولة الدين صالح ومصلح لكل زمان ومكان ثم إن الدين إنما شرعه الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون لو كانت النصوص لا تنطبق إلا على زمن لبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى ولكن النصوص إذا أطلقت فإنها منطبقة على سائر الأزمن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية ما لم يأمر بمعصية فجعل الحد أن يؤمر الإنسان بمعصية فهناك لا سمع ولا طاعة في المعصية هل النبي صلى الله عليه وسلم قاصر عن التعبير حتى نأتي نحن ونستدرك عليه صلى الله عليه وسلم حاشا صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يمكن أن يدخل منه الشيطان في هذا الباب إلا سده النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره فيما أحب وكره فإذا كنت في أمر تحبه فعليك السمع والطاعة وإذا كنت في أمر تكره فعليك السمع والطاعة عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك عليك بالسمع والطاعة لو كنت تحت هذه الولاية في عسر لو كنت تحت هذه الولاية في عسر لو كنت في أمور تنشط لها لو كنت في أمور تكرهها لو كنت ترى أن غير المستحق يأخذ حقك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما نحن قلناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مقولة عظيمة يقول يقوم فيكم أمراء يقوم فيهم رجال يقوم فيكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي هذا حديث واضح نعم ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس شوف الوصف شوف الوصف أمراء لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته فقط لا معهم رجال الجسم جسم إنسي والقلب قلب الشيطان من الواصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون فما تأمرنا يا رسول الله قال تسمع وتطيع للأمير الحديث في مسلم تسمع وتطيع للأمير مع هذا الوصف العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يد من طاح فليكره ما يأتي ولا ينزعن يد من طاح فالنبي صلى الله عليه وسلم أحكم الباب ثم ما الذي يجعل هؤلاء الحكام لا ينطبق عليهم هذا نحن نسألهم هل هم كفار أو مسلمون إن قالوا كفار فنحن انتقلنا إلى مسألة أخرى مسألة التكفير والاعتداء في التكفير هذه مسألة أخرى نحن ما اتفقنا على الأصل حتى نناقش سننتقل معكم إلى باب آخر وإن قالوا هم مسلمون قلنا إذن ما دام أنهم مسلمون فينطبق عليهم تنطبق عليهم الأحاديث ثم إن الإنسان إذا جاء بشيء لابد أن يأتي بدليله أنا أعطيتك دليل لا تقابلني برأيك هاتلي دليل يقاوم دليلي لأن شرط المعارضة أن يقاوم الدليل دليل يساويه أو أقوى منه فأنا ذكرت لك القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وذكرت لك أحاديث كثيرة أكثرها في الصحيحين ومطلقة ولو كان الأمر يحتاج إلى قيد لقيده النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة بلا شك تقتضي أن يكون على الناس حاكم ولا يمكن أن يكون على الناس حاكم إلا إذا وجد له سمع وطاح طيب تحلو هاتوا لنا دليلا يساوي أدلتنا أو أقوى منها لو جئتم بدليل أضعف من أدلتنا فأدلتنا أقوى أدلتنا صريحة وصحيحة ونص أما أن تأتي بعاطفة وتأتي بأوصاف من عندك تضيفها إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس لك هذا شيء عظيم ينبغي أن يعني يدرك ويفهم حتى لا تصبح الأمور فوضى ماذا يريدون من الأمة؟ أي يريدون من أن نقول أن الأمة تعيش في جاهلية إذا كانت الأمة تعيش بلا بيع شرعية فهي تعيش في جاهلية والله الأمة ما تعيش في جاهلية في أخطاف معاصي لكن الأمة ما تعيش في جاهلية فالبيعة الشرعية قائمة والولاية الشرعية قائمة وقد نقل شيخ الإسلام محمد بن عبدالو وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال الأصل أن يكون للمسلمين خليفة واحد فإن تعددت فإنه يجب على كل أمير ما يجب على الحاكم العام شيخ الإسلام محمد عبدالوهاب رحمه الله نقل إجماع العلماء على أنه إذا تعددت الأقطار فلكل حاكم ما للإمام الأكبر الإمام الصنعاني رحمه الله نقل الإجماع على هذا شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله من أبدع من تكلم في هذه المسألة وقررها بتقريرات بديعة جميلة